السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بكم على قناة سمر كروشي. واتمنى ان نقدر اقدم لكم فن الكروشي بشكل مختلف ومميز. واسأل الله اطافيك بالقبل والعمل. بسم الله نبدأ تحفى جزيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب كل الفنانات اللي امتابعين يومشرفيني على سمر كروشي. موصودة جدا جدا بردود الافعال اللي على الشغل الشتوي. ربنا يخليكم لي. اه اتمنى اكون عند حسن ظنكم في كل شيء بقدمه على القناة. واتمنى كمان اشوف تطبيقاتكم في اسرع وقت على الجروب المرفق لقناة سمر كروشي. جروب ملتقى الفن الجميل. بحط لكم لينك في الديسكريبشن بوكس. اتمنى تنضموا. وتفرجوني شغلكم وتطبيقاتكم. النهاردة فيديو جديد زي ما انتم شايفين. وبردو سليبر جديد. فيديو كله جديد في جديد. اولا الغرزة. ثانيا اللون. ثالثا المقاس. رابعا. وده الاهم طريقة جديدة في التزايد في مشت القدم. طبعا زي ما انتم شايفين ادي السليبر. بصوا بجمال. شايفين الغرزة? غرزة شيك 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 جدا جدا جدا. وحلوة قوي. بصوا. الجديد النهاردة بقى هناخده غير طبعا المقاس. هنتعلم طريقة جديدة في التزايد. لمشت القدم. زي ما انتم شايفين حتى حاسين باختلافها اللي هي طريقة المسلس. اللي هي بتبدأ من هنا بروفاية وتوسع تدريجيا مع صوابع الرجل. طريقة جديدة. حتى الشكل فيها مختلفة. حواريكم ازاي الاختلاف في الطريقتين. بصوا. مقاس النهاردة ده في السليبر ده. ستة وثلاثين سبعة وثلاثين. دي الخيوب بتاعتا اللي هنشتغل بيها. اهي. سوبر لوكس. مية في المية. تمام. معالج ضد الوبرة. يعني ضد الوبرة. رقم اللون اللي هنشتغل بي. تلاتة وسبعين الف وربعمية وستة. واللون التاني بوردو زيتي. رقم اللون. تلاتة وسبعين الف ربعمية تسعة وتلاتين. انا هنا في الموديل ده هشتغل بمقاس اتنين ونصف. علشان انا من نوع اللي بتكون آآ مريحة في الشغل ما بتشدش جامد قوي. فانا علشان الجرزة تبقى متمسكة معي هشتغلها بمقاس اتنين ونصف. بجانب طبعا الادوات اللي هنشتغل بها في الفيديو. قبرة التنظيف والمقص والماركرز والمزورة. هنقول بسم الله. نبدأ. لكم تاني حبة قبل ما ابدأ اواريكم الفرق ما بين آآ طريقتين مشت الرجل. دي الطريقة اللي انا اشتغلت بيها. يعني دي طريقة التزاوت العادية. يعني منزود آآ غرزة فردية في كل دور. تمام? فبتدي الوسع من بداية المشت. فبصي بتبقى الدنيا عاملة ازاي? من من منطقة مشت الرجل تبقى من جوة مجوفة جدا جدا. تمام? بصوا حتى الفرق واضح في الشكل. اما الطريقة الهرمية اللي هي بتبدي الشكل ده. بصوا. الناس دي هي بتحب من القدام تبقى فيه بوس كده شوية زي ما بيقولوا. هي دي. تمام? طريقة جديدة هنتعلمها سوا مع بعض. في التزايد ومختلفة. الاهم بقى ان الاتنين او بيكونوا مختلفين في الشكل لكن متساويين في عدد الغرز. لكن بيكونوا متساويين في عدد الغرز. وده اللي احنا هنوضحه من خلال شرح الفيديو. بصوا الشكلين عاملين ازاي? هنا بتنزل تدريجيا. تمام? فبتدي الشكل الهرمي. اما هنا لأ. بتنزل على واسع. من فوق. بتنزل من فوق على واسع مباشرة. هنقول بسم الله. نبدأ. ورجعنا لكم تاني وحنبدأ ان شاء الله نشتغل الجزء الاول من السليبر منطقة تمشة الرجل. بنعمل دايرة سحرية. نرتفع ثلاث غرز. جوة دايرة سحرية هنشتغل اتناشر عمود بلفة. اول ثلاث ثلاثل الارتفاع هنعتبرهم عمود. ازا كده اول عمود واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر ونشد الخيط كده. تمام? وبعدين هنقفل الدور الاول. هنتجاهل اول ثلاث سلاسل ارتفاع. ونجي في الورزة الربعة. فاول ورزة عمود برفة اشتغلناها. هنقفل بمنزلقة. ونرتفع ثلاث غرز. تمام كده? الدور الطاني التزايد فيه هيكون ازا? هنشتغل غرزتين فوق كل غرزة. تزايد في كل غرزة. يعني غرزتين عمود بفوق كل غرزة. ازا اجمال عدد غرز الدور الثاني اربعة وعشرين غرزة. ادي كده اول عمود. هنشتغل ا بالتoc определى يبقى اول تزايد. ازا كده اتنين. وصلنا لنهاية الدور الثاني نتجاهل اول ثلاث غرز ارتفاع وندخل في اول ورزة عمود اشتغلناها وناخد منزلقة ونرتفع ثلاث غرز هنبدأ تزايد الدور الثالث التزايد بقى هيبدأ يختلف من هنا في الطريقة الثانية التزايد الدور الثالث بيكون عبارة عن سبع غرز عمود بلفة والتمنى تزايد سبع غرز عمود بلفة والتمنى تزايد ادي كده اول عمود من السبعة الغرزة اللي بعدها مين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وفي الغرزة التمنى هنشتغل تزايد باين كده هنتجاهل اول ثلاث غرز ارتفاع وحنقفل بمنزلقة في اول غرزة هنرتفع ثلاث غرز تمام اذا اجمالي عدد غرز الدور الثالث سبعة وعشرين غرزة تزايد الدور الرابع بيكون كالادي تمن غرز عمود بلفة وفي التسعة تزايد تمن غرز عمود بلفة وفي التسعة تزايد ادي كده اول غرزة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وفي الغرزة التسعة هنشتغل فيها التزايد تمام اهو تمن غرز عمود بلفة يعني غرزة عمود فوق كل غرزة عمود وفي التسعة هي اللي منشتغلها ايه تزايد اهو تزايد في التسعة والتمانية الاولين غرزة عمود فوق كل غرزة عمود اذا اجمالي عدد غرز الدور الرابع تلاتين غرزة وصلنا كده لنهاية الدور الرابع هنتجهل اول تلات غرز ارتفاع وندخل في اول غرزة وناخد منطلقة ونرتفع تلات غرز تمام دلوقتي هنبدأ في تزايد الدور الخامس تزايد الدور الخامس بيكون كالقاتي خمس غرز عمود بلفة وفي السادسة تزايد اذا اجمالي عدد غرز الدور الخامس خامس خمسة وثلاثين غرزة تمام ادي كده اول غرزة من الخمسة ادي واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة وفي الستة هنشتغل فيها تزايد دلوقتي نهينا تزايد الدور الخامس خمسة حيقابلنا اول ثلاث غرز ارتفاع نذهب لأول غرزة عمود ونأخذ فيها منطلقة ونرتفع ثلاث غرز تزايد الدور السادس ست غرز عمود بلفة والسبعة تزايد ست غرز عمود بلفة والسبعة تزايد اذا اجمالي عدد غرز الدور السادس أربعين غرزة ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وفي السبعة هنشتغلها تزايد واحد اثنين وصلنا معاكم هنا لنهاية الدور السادس هنتجاهل الأول ثلاث غرز ارتفاع ونأخذ منطلقة ونرتفع ثلاث غرز تزايد الدور السابع والأخير في منطقة مشت القدم تزايد الدور السابع والأخير في منطقة مشت القدم هيكون كالتالي أربع غرز عمود بلفة والخمسة تزايد أربع غرز عمود بلفة والخمسة تزايد اذا اجمالي عدد غرز الدور السابع تمانية وأربعين غرزة أربع غرز عمود بلفة ادي كده واحد اثنين ثلاثة أربع وفي الخمسة تزايد ثلاثة نكون وصلنا لنهاية الدور السابع أول ثلاثة غرز حتقابلنا حننهي الدور بأول غرزة بمنزلقة ونرتفع غرزة ونقص الخيط ونشده وبكده يكون انتهى أول جزء في السابع بصوا شكله حلو ازاي شكله حلو قوي حلو جدا يعني بصوا طبعا زي ما انا قلتلكم من فوق من فوق هنا بهنا تمانية سنتي شايفين؟ تمانية سنتي تمام؟ هنيجي هنا عند المكان اللي نهينا منه الشغل وندخل الإبرة ونجيب اللون التاني ونرتفع ثلاث غرز هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشتغل دور عمود بلفة على كل الغرز فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة دي كده أول غرزة تاني وارجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا أول دور من اللون التاني اللي هو يعتبر الدور التامن يعني هنقبلنا ثلاث غرز هنجي في الغرزة الأولى وناخد فيها منظلقة ونرتفع ثلاث غرز الغرزة الفعلية هي مش غريبة علينا احنا اشتغلناها قبل كده ولكن هيكون فيها اختلاف طفيف يعني اللي هو الغرزة الغرزة مؤخرا عرفت اسمها اسمها جبال القلب تمام؟ غرزة الغرزة دي بتكون مكونة من غرز عمود بلفة اللي هي بتكون بريد أمامي وغرزة عمود بلفة عادية وبيفصل ما بين الدور والتاني دور حشو الاختلاف في السليبر هنا انا هشتغل الغرزة بدون زيادة دور الحشو يعني مش هعمل دور حشو خالص ما بين الغرزة ما بين السطر والتاني هشتغل الغرز متتالية وراء بعض وده اللي انا هوضحه لكو دلوقتي في التطبيق تمام؟ الغرزة زي ما انا قلتلكم بتتكون من بريد أمامي وعمود بلفة تحت حرف الفي عادي تمام؟ اول ثلاث غرز ارتفاع ارتفعتهم اهم دول بعتبرهم عمود بلفة عادي تحت حرف الفي اذا الغرزة اللي بعدها هتبقى بريد أمامي اذا الغرزة اللي بعدها هتبقى بريد أمامي بريد أمامي احنا عرفناه اهو وشرحنا قبل كده بقى عشان ايه مدة الفيديو برضو هوضحه لكو الجهو البريد الأمامي الغرزة اللي بعدها عمود بلفة تحت حرف الفي اللي بعدها بريد أمامي بنزل بالإبرة واخرج وخلي البريد هو اللي في وشي واللف الخيط معايا ثلاث حلقات على الإبرة ورف الخيط حلقتين الرف الخيط حلقة اذا عمود بلفة تحت حرف الفي بريد أمامي عمود بلفة تحت حرف الفي بريد أمامي الغرزة اللي بعدها عمود بلفة تحت حرف الفي واللي بعدها بريد أمامي اهو عادي ناخد لفة ثلاث حلقات على الإبرة ناخد لفتين نخرج بلفة ورجعنا لكم تاني بعد ما اشتغلنا الدور تمام وخلصنا اخر غرزة هو خدناها دي هي البريد الامامي شايفينها اخر غرزة هي البريد الامامي هيقبني اول تلات غرز ارتفاع هنتجهلهم وندخل في اول غرزة وناخد منزلقة تمام مش هرتفع بقى هنا دي تلات غرز الغرزة اللي احنا بنقفل بيها منظري قضيه المفترض ان هي ايه التلات غرز ارتفاع اللي احنا اعتبرناهم ايه عمود اذا هما في الاساس عمود يبقى في الدور ده هنشتغل على العمود هنشتغل بريد امامي واللي يليها بريد امامي هنشتغل عليها عمود غرزة الالبين بالتبادل الغرزة البريد الامامي بنشتغل عليها عمود وغرزة العمود بنشتغل عليها بريد امامي. طيب احنا لما خدنا المنزلقة المفروض نشتغل على العمود ده بريد امامي. اهو ادي اهو وردة المنزلقة. بناخد لفة عادي. وننزل. وناخد التلات غرز اللي هو المفروض ما اعتبرينهم عمود. ونسحب الخيط ونرتفع كده شوية. هيديني تلات حلقات على الابرة. بنسحب الخيط. يديني حلقتين. بنسحب الخيط. هيديني حلقة. اذا انا كده اشتغلت اول غرزة في الدور. انا كده اشتغلت اول غرزة في الدور. تمام? شايفين الغرزة اللي بعدها ايه? بريد امامي. هنلف الخيط ونشتغل عليها عمود. وبالعكس بقى بالتبادل. اللي بعدها عمود هناخد. هنشتغل عليها بريد امامي. اللي بعدها بريد امامي. هنشتغل عليها عمود. وهكزا. هنفضل نرتفع لحد الطول المناسب اللي هقول لكم عليه بالسنتيمتر. وارجع لكم تاني. وارجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا الجزء التاني من السليبر. بصوا شكله حلو ازاي? حلوة قوي قوي. بصوا الورزة كمان جميلة جدا. ومن وراء. مش باين اي خالص علامة تدل على نهاية السطر. او بدايته. كل الغرز متنسقة. زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى عايز اقول لكم وقفنا لحد الدور الكام? او وقفنا لحد طول كام سنتي? تمام? خمستاشر سنتي. اهو. خمستاشر سنتي. يعني. ستاشر دور. من الغرزة. دلوقتي هتيجي مرحلة آآ تنفيذ الجزء التالت من السليبر اللي هو المنطقة السادة. تمام? احنا قلنا بنعمل ايه? بنحط الخيط البداية في الاسفل ومنجيب الماركرز. تمام? وهنا بنحدد منطقة وش الرجل بنقطع عدد من الورز. آآ وحنعلمهم بالماركرز. في السليبر ده عشان طبعا سماكة الخيط رفاية. ازا هنا هنحدد اتناشر غرزة. وقلنا كمان ان عدد الورز الاجمالي للسليبر تبانية واربعين. وحنقطع منهم اتناشر. ازا هنشتغل على ستة وتلاتين غرزة. تمام? هنساوي كده. هنبدأ نقطع الاثناشر غرزة. مسلا هنبتدي من هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي الستة نحط العلامة. تمام? ونعد بقى من اول العلامة اتناشر ادي واحد من اول العلامة. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هداشر اتناشر. نحط العلامة. بنجيب بقى اللون التاني. تمام? العلامة هي. مانناش دعبة بيها. بندخل فيه الغرزة اللي بعدها. ومندخل الخيط اللون اللي بعده. بناخد غرزة حشو في نفس الغرزة عشان نسبت بس الشغل. ونرتفع كمان غرزة. وكمان غرزة وبنعتبرهم كده. دي كده بنعتبرها اول عمود. وهنشتغل عادي بقى عمود بلفة. الدور كله لحد الغرزة اللي قبل العلامة التانية. هنشتغل ستة وتلاتين غرزة. دي واحد. رجعنا لكم تاني. خلاص. وصلنا للغرزة اللي قبل العلامة التانية. عمود بلفة. اهي. اخر غرزة واللي هي تعتبر رقم الستة وتلاتين. تمام? بنرتفع تلات غرز. ونقل بالشغل. وطبعا الخلوط دي كلها بتتنظف. بس انتدخل تحت شغلة اهي. تمام? وبنقل بالشغل. اول عمود ده خلاص. مش هندخل في نفس الغرزة بنعتبر عمود. وندخل في الغرزة اللي بعده. ودي كده تاني عمود. تالت عمود. رابع. خامس. وهكزا. هنفضل نشتغل. رايح جاي. رايح جاي. لحد ما نوصل لطول المناسب اللي هقول لكم ان شاء الله. بالسنتيمتر. لمقاس ستة وتلاتين. سبعة وتلاتين. نكمل. وارجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا الجزء التالت من السلوبر. اللي هو السادة. اهو. اشتغلنا فيه غرز عمود بلفة. رايح جاي. اشتغلنا فيه كم دور? واحد اتنين. تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تسعة ادوار. دلوقتي هنقص مع بعض طول السلوبر. مقاس ستة وتلاتين سبعة وتلاتين. من اوله لحتى اخره. تلاتة وعشرين سنتي. تلاتة وعشرين سنتي. تمام? هنوقف هنا خلاص. وهنبدأ الجزء الرابع منطقة الكعب. هاقص الخيط. وحنهي الشغل. عدد الغرز اهو احنا قلنا ستة وتلاتين غرزة. تمام? هنيجي هنا مرحلة الكعب. هننفذ مرحلة الكعب. فهنقسم عدد الغرز لتلات اجزاء. احنا قلنا قبل كده في فيديوهات السابقة في شغل الاستبارات. منطقة الكعبة بنقطعها من النص. تمام? والجزء اليمين والجزء الشمال بنعلمه بالماركرز. منطقة الكعب هنا هنختار اتناشر غرزة. تمام? زي الوش. هنا العدد كله ستة وتلاتين. هنقسم. هتكون اتناشر اتناشر اتناشر. معينا الماركر. ادي اول غرزة. اللي هي تلات ورز ارتفاع. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. وفي التلات عشر. هنحط الماركر. اذا الغرزة اللي حطنا فيها الماركر. الماركر. اول غرزة من غرز الكعب. ونعد بقى بعد كده من اول الكعب. من اول الماركر. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. وفي الاتناشر. نحط الماركر. اذا احنا كده حددنا منطقة الكعب. اتناشر. 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 تمام? اتقسموا الستة وتلاتين على تلات اجزاء. هنيجي بقى هنا. نغير اللون. هنوقف عند اول غرزة. اول غرزة اللي احنا عدناها. اللي هي تلات ثلاثة الارتفاع. هنيجي عند الغرزة التالتة من فوق. اهي. دخلنا فيها. من الثلاث سلاسل. اخر غرزة في الثلاث سلاسل. وحنرتفع غرزة. غرزة حشو. غرزة واحدة هنرتفع بيها. دي كده اول غرزة حشو. وهنجي في اللي بعدها. اتنين. دي كده غرزتين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. اتناشر. اتناشر. احنا كده خلصنا اتناشر غرزة بتوع الجزء الاول. تمام? هنشيل العلامة. وهنشتغل الاتناشر التانيين الخاصين بالكعب. تمام? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. حمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حدوشر. والغرزة اللي اتناشر هنشيل العلامة. وهنشتغل اللي اتناشر. تمام? بعد ما اشتغلنا الغرزة اللي اتناشر. هنعمل ايه? هنتجاهل الغرزة. هنطوطها. وندخل في اللي بعدها. ناخد منزلقة. ونقل بالشغل. ونرتفع غرزة. تمام? تمام? هنسيب واحدة. وندخل في اللي بعدها. ونعد اتناشر غرزة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حدوشر. اتناشر. تمام? هنعمل ايه? خلاص. اخر غرزة في اللي اتناشر. اهي اشتغلناها. هنسيب واحدة. هنسيب واحدة. وندخل في اللي بعدها. ناخد منزلقة. وندور الشغل. نرتفع غرزة. تمام? هنسيب واحدة. وندخل في اللي بعدها. نبدأ. نعد. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حدوشر. اللي اتناشر بتبقى مستخبية ورا شوية. بس انتي هتشوفيها. هتقومي نزلها هي شايفها. اهي. برزة. اهي حرف البيئة اهو. اتناشر. هنعمل ايه? اول حرفي في. خلاص شايفين الخيط. اخد. اهي. دي كده. اخد الغرزة ماناش دعوة بيها. اول حرفي في حيقابلنا. اول حرفي في حيقابلنا اهو. غرزة فاضية. مش لازق او مش متاخد فيها حاجة. هندخل تحتها وناخد منزلقة. ونقلب الشغل. نرتفع غرزة. هنتجاهل واحدة. هنتجاهل واحدة. وندخل في اللي بعدها. ونبدأ لعدة نشرقل. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حدوشر. اتناشة. تمام. هنعمل ايه? هنسيب واحدة. اول حرفي في حيقابلنا. اهو. بصر خيطة فين? الشغل. الشغل اللازق في ذي. تمام? انا بدخل في اللي بعدها. فاول حرفي في. شايفين? اول حرفي في. واخد منزلقة. وقلب الشغل. واتتفع غرزة. وتجاهل واحدة. وادخل في اللي بعدها. او ممكن تعدي لو انت بتطلق بطي. ادي اول حرفي في اللي في الابرة. بتشليه. واحد اتنين. وتدخلي في التالتة مثلا. يعني على حسب ما انت شايف. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. اول حرفي في حيقابلنا. اهي. حرفي في ده متاخد في غرزة. ما نقلب الشغل. ونرتفع غرزة. بسو الكعب ابتدى يتشكل. وارجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا خلاص اخر دور. اهي. واخر غرزة الاتناشر في الكعب. وهيجي عند برضو اخر غرزة. تمام? وحقفل مفروض منزلقة. تمام? اهو. ولف غرزة. وانهي الشغل. شد الخيط وانهي الشغل. تمام? طيب تمام. بص احنا هنا. معنا خيتين. بصو? هنا معنا خيتين. الاطار او الدمة اللي هنعملها هنا في مرحلة الدمة هعملها باللون الزيتي. اللي هو آآ غرز النص عمود. هشتغلها باللون الزيتي. هاجي هنا عن تأول فراغ اللي هو عمود بلفة. انا قلت فراغات العواميد بلفة بنشتغل فيها في كل فراغ غرزتين نص عمود. حتفع غرزتين. ادي واحد. اتنين اتنين. ده كده هعتبرها غرزة نص عمود الاولى. والتانية جنبها. ازا هنا كده ارتفعنا اول غرزتين في اول فراغ. واللي بعدها برضو نص عمود. ادي واحد اتنين. والفراغ اللي بعدها برضو. ناخد طبعا الخيوط تحت الشغل ها. ورجعنا لكم تاني. خلصنا الجنب الاول من غرز النصف عمود. احنا هنا المحسوس بصوا. اشتغلنا في المنطقة السادة هنا تسع سطور عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تسع سطور يعني تسع غرز بنشتغل فيهم. في كل غرزة بنشتغل غرزتين ازا تمنتاشر غرزة. انا هنا اشتغلت كده تمنتاشر غرزة. تمام? وفي النحية تانية نفس الكلام. تمنتاشر غرزة. يعني ستة وتلاتين غرزة. واثناشر كعب. تمانية واربعين. وعشرة هنا بعد التنقص. ازا اجمالي عدد غرز تمانية وخمسين. تمام? هنا. وصلنا اللي علامة الماركر. بنشيلها. ومنعمل تنقص فيها وفي اللي بعدها. اجي اول غرزة. تلات حلقات ونلف القبرة وندخل في الغرزة اللي بعدها. ستة حلقات ونقرب من الستة حلقات كلهم في غرزة واحدة. بنشد في المنطقة زيب. على قد ما نقدر. تمام? ونشتغل بقى نص عمود في باقي الغرز. وصلنا للغرزة اللي قبل العلامة. بنلف في الابرة. بنلف الخيط وناخد تلات حلقات ونشيل الماركر. ونلف في الخيط ونروح في الغرزة اللي فيها الماركر ويبقى ستة حلقات ونعمل فيها تنقص ونخرج من الستة بحلقة واحدة. ازا هنا عدد غرز المنطقة كانوا اتناشر بقوا مع عشرة. تمام? هنجي في الغرزة بقى الجنب التاني. برضو نفس الكلام. تسع غرز في كل غرزة تزايد. يعني تمنتاشر غرزة. وصلنا هنا لاخر غرزة من الجنب. حيقابلنا اول غرزة من غرز الكعب رقم واحد. هنلف الابرة وهنشتغل اهي. شايفنا? اول غرزة اول حرف في. اول حرف فيه هتشوفي. دي اول غرزة من غرز الكعب. هتشتغلي في نص عمود. هترضي بقى الخيط تحت الشغل كده. وجينا في اخر غرزة اهو. تمام? اشتغلناها. هناخد بقى المنزلقة هنقفلها فين? اول غرزة نصف عمود. اول غرزتين. ارتفعنا بيهم واعتبرناهم غرزة نصف عمود مش هنحسبها. هنروح لأول غرزة نصف عمود اشتغلناها ونقفل ومنزلقة. وننهي الشغل. تمام? بصوا كده. المنطقة ضمت ازاي? خيوض كلها حتى تنضف. هنشتغل عليها وهننضفها. شايفين الشغل? غرزة البليسي من فوق. تمام? هنجيب اللون. احنا قلنا هنا اجمالي عدد غرز اللي سبر كامل كام تمانية وخمسين غرزة. هنيجي عنده الغرزة اللي احنا قفلنا عندها. ندخل الابرة كده. طبعا انتي بتعدي عشان تتأكدين من عدد غرزك. انا عديت. لقيتهم تمانية وخمسين تمام زي ما انا قلتلكم. تمام? برتفع تلات غرز. واحد. اتنين. تلاتة. وحنشتغل دور باللون طبعا ده. هنشتغل دور عمود بلفة اللي هو اساس غرزة البليسي. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا دور العمود بلفة اللي هو اساس غرزة البليسي اللي هي دي. تمام? عديت عدد الغرز كامل تمانية وخمسين زي ما قلتلكم. عشان يبقى شغلنا تمام. خلص? او هتواجهنا اول تلات غرز ارتفاع هنتجهلها. وندخل في الغرزة اللي بعدها هناخد منزلقة. تمام? ونرتفع تلات غرز. دلوقتي هنبدأ بقى غرزة البليسي. اول تلات غرز ارتفاع هبعتبرها بريد خلفي. ازا الغرزة اللي بعدها هشتغل مباشرة بريد امامي. واللي بعدها بريد خلفي. ده طبعا عرفنا بريد الامامي وبريد خلفي. بنشتغلها ازاي? تمام? بريد امامي. بريد خلفي. بريد امامي. بريد خلفي. وهكزا. تمام? بصو اهي. البرزة دي هي الامامي. واللي دخلة جوه هي الخلفي. هفضل اشتغل كده لحد ما. اوصل للعدد اللي انا عايزاه. كم دور اهو? هنعد مع بعض. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هشتغل ست دوار من غرزة البليسي. او البريد الامامي والبريد الخلفي. وارجع لكم. كده يكون انتهى فيديو النهاردة. فيديو السليبر المميز والحلوة قوي قوي ده. اتمنى الفيديو يكون عجبكو. اتمنى يكون الشرح وافي وكافي. واني ادرت ان يوصل لكم كل التفاصيل. لو عجبك الفيديو اتمنى منك الدعم. باللايك والشير. ولو انت مش مشتركة في القناة. تدوسي على زر سبسكرايب. واتفع علي الجرس عشان يوصلك اي اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. طبعا لو حبت انضمي للجروب المرفق للقناة ملتقى الفني الجميل. هتلاقي اللينك في الديسكريبشن بوكس. استنوا ان يفتح فا جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.